السلام عليكم ازايكم عميني ايه الاخبار اه تمنى اكونوا بخير اه تمنى الحلقة لفاتكم اعجابكم اه الحلقة دي بكمل مع محمود السلسلة بتاعة ال data lake او data house architecture ازايك محمود ازايك مصطفى السلام عليكم اهلا بكم اه طيب اه طيب احنا ما قلل فاتت اه كان عندنا كم نقطة مهمين اول نقطة اه كان حد قال يعني لو نقدر ان احنا نبدأ بنحنا نركاب على ال difference ما بين اه ال data lake وال data warehouse فاحنا مفروض ان نبدأ بال difference دي اه عشان لو حد حاس نحنا اطعمنا بشكل سريع فاحنا هنبدأ اول حاجة النهاردة بنحنا نتكلم على difference بين data lake وال data warehouse وبعد كده هنخش في ان احنا نجو ديب دايف في توسورس سيستم زي عندنا. طيب احنا اخذنا احنا اخذنا وبسايت اح مش عمين حتى presentation احنا اخذنا وبسايت احنا احنا اخذنا وبسايت عامل difference بشكل واضح. وهنديسكس معوضة اه نقطة يعني point by points. طيب احنا عندنا data lake و data house فهنقارن اول حاجة بالستورج. في ال data lake انت ما عندكش اه اي limitation على ال structure بتاع السورس او اه هل ال data بتكيه هل ما يجيه حد في ال data lake محتاج ان اعمل تنصفو مشها ولا? ال data lake تقدر تكيب ال data باي صيغة بصيغة الروب بتاعها باي صيغة انت عايزها مش فقط مع ال structure بتاع data. however في data warehouse? اه في data warehouse ال data يعني اه بتبقى يعني data متنظفة وجهزة ومتحضرة لحد يرن عليها يعني 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 query او يعمل عنها analysis. فال data بتبقى يعني structured و cleaned و transformed. اه اه. بس. طيب الجزء historical وهنا يقصد بي ان يعني تاريخ ال use case ايه فهو بيقول ان هل ام يعني التكنولوجيا او الكون سي بده اطلع امتي فطبعا انا بيجيه كما دهت لك هو اطلع غريب يعني مش جديد يعني تقريبا اعتقد الف ماكسيم الفين وتمانية ما اعتقدش حتى قبل الفين وتمانية من ساعة ما جوجل طلعت الهادوب اه اللي هي الهادوب اش دي ف اس اه بيبر بتاعتهم. هم كبير يخزنوا data على على الموضوضة. فبدأ يطلع concept data lake. data warehouse بقى? اه ايه data warehouse يعني وهنا بيقول ان هي موجودة بقى لها decades يعني ودي حاجة متوقعة صراحا ان يعني يعني اعتقد data بيزع عمرها من عمر من عمر الاختراع الكمبيوتر لان الناس اكيد محتاجة ترن ان انا معي كويريز على data base عشان تطلب معلومة مفيدة في الاخر. صحيح نقطة كمان في data warehouse هي يعني انا مسلا افتكر ان انا لما يعني في الفين واتناشا مسلا كنت بسمع يعني في شركات عندها data warehouse من عشر سنين مسلا قبلها يعني من الفين وتأخذ سنوات يعني تلاقي الشركات الكبيرة عندهم data warehouse مسلا سلوشن سواء يعني كان نوعه من اول الفينات او اعتقد من التسعينات كمان لكن لكن البيج data انت بتتكلم في حاجة يعني لو حتى قلنا في افضل زو في الفين وتسعين طيب نقطة بعدها في data capturing هي في data capture هو بالكلمة ده اللي كنا بيقولك انها بتكابتشر كل انواع ال data سواء structure او semi structure او unstructure مش فقه معي اي نوع ال data ليك زي مقلنا بكده انا المسال ده هافضل اقوله هو جاردال بتمي في اي حاجة بياخده منك. حولك في data warehouse؟ اه 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 في data warehouse هو يعني بيقوله الموجود in structured information اه والفكرة ان هي structure لان انت بحتاج ترنى عليها يعني كويري او ترنى عليها انالسيس فلازم تكون data معروف اللي موجود بالزبط فلو data يعني مش معروف ال structure بتاعتها مش تبقى مفيدة في data warehouse صحيح. اه نقطة كمان ان في بعض data warehouse دلوقتي بتصببوط semi structure support json format مثلا json بتسميه semi structure بس يعني مش ديكيس العامة. data warehouse كيس تعيتها العامة من data structure طيب اه طيب في ال data timeline احنا في ال data lake وذي ما قلنا ان ال data lake بانها خيصة وزي ما قلنا ان هي يعني متفاش معي نوع data فانا قدر اسيب ال data في ال data lake اسيبها كل الوقت يعني مش فقه معي ان انا اه يعني اشيل جزء معايم ال data وان انا هل اسيبها المستبع ولا امكاسب data عامة كل الوقت مش محتاج ان انا بصحة. في ال data warehouse هو هنا الرجل بيقول ان فيه وقت كبير بيعني بيستغرق خلال ان انت بتاناليز ايه data sources اللي انت محتاجها لانك انت يعني اكيد ال data warehouse يبقى مكلفة اكتر انت تكيب عليها يعني data كتيرة ملهاش لازمة. فانت لازم بالزبط تكون عارف انت محتاج ايه عشان حطرا ايه عليه في الاخر. يعني المعلومة لا تستفيد بها من ال data دي لو ملهاش لازمة حتشيلها عشان توفر يعني اتقلل ال cost اللي انت بتصرفها ال data warehouse بتاعتك. طبعا دي حيب في حتة كمان هنا اكيف بعد شو هي ال cost ليرتفاضه للجزء ده بالمولانس بعين. طيب اه في حيط اليوزر احنا منتكلم ان في ال data في ال data leak اه غالبية اليوزر بيبقوا يا اما data scientist اللي هم عايزين يقعوا ال data ودي بنتكلم برضو عليها ما قلنا ما قلت مشيليرنج فحاتسألني او قال اش معنى خاصية ال machine learning في ال data leak ما قلتش مثلا في ال data warehouse. فببساطة لان ال machine learning او ال data scientist ممكن عندهم un instruction to text مثلا. ماشي عندي tweets عندي ويكيبيديا data. فال data leak بتصبوت انك تخزن فيها حيطة دي. لكن اه لو جاني كاعدة ال data warehouse مثلا. data warehouse هو وهنا بيقول الراجل ان ال راجل هنا بيقول ان هو ال liusers اللي هو انا متخrance اللي يعني مسلا الناس بتوع ال business او الناس بتوع المارketeach ال الناس اللي بيطلعوا معلومة مفيدة من ال data warehouse لكن اللو يعني لو حد data scientist هو اكيد احتاج ايخد معلومات اكتر يعني يعني الممكن data warehouse انت انت بتstructure data بتطلع شوية او شوية معلومات انت محتاجها بترمي شوية حاجات انت مش محتاجها فدي مناسبة لناس بتوع البزنس اللي هم مش يعني مش دارسين او في التفاصيل التقنية اللي هو عايز حاجة كده جاهزة قدامه يرن عليها مش محتاج يدخل في تفاصيل اكتر من كده. طبعا هو في حاجات كومون يعني مسلا اكيد لو حد مسلا اه داتا اناليست مسلا بيغاني سيكوارف ممكن يغانونهم على الاتنين. واين كان الداتا غالبيا بمعظمهم بيستخدامه الداتا والهاوس. لكن الداتا ليك برضو باكتر انجنيرز او ستدار ساينتياس لان ما انجنيرز عايزين يركزوا على الديتا. يا ام ان هم يعملوا ايتيالة عليها او يبرسوا الديتا لان اكيد هي مش هاي الاستراكشة زي الداتا والهاوس. او الداتا ساينتس بيعملوا مشايلة او موديل او بردكتيف اناليس او ساحب يسموها الاناتيكستولز يعني كابلي. طيب. ميجي نروح بقى للستورج كواصل. قلنا بلكية حيتة دي انه لان هي رخيصة يعني مع يعني. التيوياتكوان مسلا لو بنقرنها مسلا في الديتا ليه كومبيرد به داتا يا اه فيش يعني هي فعلا خيصة جدا جدا جدا. اه في الديتا والهاوس. في الديتا والهاوس. اه اه يعني انك انت بترن يعني بترن يعني بترن كويري فانت اكيد المحتاج الكويري داي خلص بسرعة فمحتاج ان اللي هو ما ياخد شوق كبير فأكيد هو يستور الحاجات دي في حاجات يعني أسرع شوية عشان يقدر يرجع لك الكلام ده بسرعة. فأكيد الستورج هنا هتبقى هتبقى مكلفة أكتر بكتير. صحيح ويعني بعضه عشان نكون يعني حتة بس ممكن نقولها بعضه في Data Warehouse حاجة زي تيراداتا مسلا وقالي كلا الناس دي بيستخدموا SSDs أصلا في Data Warehouse غالبا يعني أعتقد لغاية معلوماتي مسلا في تيراداتا وأنه بيستخدموا حاجات لكن مثل Data Lake تمكن تضع أصلا كمودية Hardware أصلا ويشتغل مكزة الفول. أشكى هذا بفعل الخيس يعني. طيب البروستسنج البروستسنج طيب في الـ Data Lake انت غالبا برضو اليوزر عندما يأخذ أكثر داتا هو برضو عايز يأخذ بروسس الفاطر الأول هو يترانسفورم الدياتا ويكلين داتا ويستركشا فبرضو الـ Data Lake بتديك مور مور ويد آآ كابابلتيز عن الـ Data Warehouse في حتة دي. هي بتديك options أكتر عندك تبروست داتا وتعمل أكتر من أناليسي انت ما عايز تعملها. الـ Data Warehouse بالنسبة لمنجني كامعها حيث شوات فيه limitation شوية. واعتقد إحنا فوتنا الـ task سه? آآ 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 يعني انا بجربنا عليها. طيب طعا نجوا عطسك داني. اه ا انت خذت انا كلمنا عليها. آآ طيب احنا قلنا في التاسك قلنا إن في الـ Data Lake هي بتستخدم كل انواع الداتا وكل دلو types. وهي بتسهل اليوزرز إن هم يأكسزوا أي داتا بقية كان نوحها. سواء structure, unstructure, semi structure, أي كان شكلها. هو في الـ Data Warehouse الـ Task ان هو يعني ممكن تكون فيه predefined question يعني هو مثلا query انت بالفعل عارف ومحضره ومحتاج تجاوب عليه مثلا كل يوم او مثلا بيعنا بكامل النهاردة وحكات كده يعني او predefined data يعني او ممكن بتخلي يعني question هو ممكن اي حد عايز يبحس عن المعلومة دي قدر يلاقيها. ان هو ليه مثل الـ Structure بس هم ايضاش الـ Unstructure. طيب نرجع تاني الـ Browsing Time ان احنا عدينا الى حتة فاتت. احنا كنا بنقول ان الـ Browsing Time الجزء بتاع الـ Data Lake انت بتخلي اليوزر يقدر اكسز اكتر ويد versions of data. سواء transformate clean structure. وده بيخلي اليوزر يقدر يقدر اكسز اصرع وبشكل اكتر يعني شكل اصد ويد اكتر من الـ Data Warehouse. في الـ Data Warehouse ان هي الـ Data Warehouse هو هنا بيقول Any changes to the data warehouse need more time. يعني عشان هي structure انت لو عايز تتعمل اي تغيير بسيط اكتر سيقض وقت اكبر عشان تقبل ايضاع على الـ structure الموجودة. بس هو هنا بيقول لان هي بتستخدم لاني Data Warehouse عندها بيديفيند موديول جاهزة او يعني الـ Quares واضحة. موديل اصب مسلا موديل ستار سكيمة او data vault شكل موديل واضح وعايز تشينج حاجة زي انت ابدأ الكلام ده هو. يعني انت Data Warehouse مش مش فليكسبول زي Data Lake. Data Warehouse لازم بها بروسس وليها موديل. تبدأ الموديل وديمينشنز والفاكت. لكن Data Lake هي حرفان يعني. اي حد قد يضيف. يعمل الـ table ويسميه الفاكت بتاعي وخلاص. ما حدش لها حاجة عنده يعني. مش مش structured مش highly normalized ولا الكلام ده فيها. انا كنتش تاخد بالي هنا ان اني نقطة انت مثلا تتقد مسلا كولوم مسلا في الـ Data ولا حاجة ده اكيد موضوع مكلف جدا. اخيان انت في Spark مثلا انت بتعمل ايه في Spark. انت حرفان انت تقد ويس كولوم وبتاعهم حاجة او حاجة تانية. انت في Data Warehouse. في بعض يعني. امش عايز بس يعني في بعض الـ Data Warehouse. لو انت update table. انت ممكن بيقولك لأ انا عايز الـ update يكون بالتلاتيب. مثلا. او لو جدت update كولوم يقول لك لأ انتازم ترن الاول vacuum واناليز عليه عشان تشتغل مزبوط. وحيط تبقى consistency. وعرف انت الحيط دي برضو. يعني. ده دي الكحافة مفتوحة. ان شاء الله يعني. فانت ممكن اصلا يبقى عندك نفس الـ table. في دي. يبقى لي استراكشة. واليوم البعض استراكشة ده مختلف. مستحيل Data Warehouse في الكلام. Data Warehouse لازم Data Structure يعني. بيسموه حتى يعني كاثوليك يعني. هي حاجة يعني كاثوليكية يعني. لها مزبوطة. Data Lake بازار اكتر يعني. فيها بازار فيها. وهي برضو. انا ممكن اوار حد في الاخر. بس هي Data Lake ديزاينتها. ماشي. طيب. احنا هنا في الـ position of schema. وده اللي حتة يكون كافية قبل كال. ان Data Lake بتصبط اي نوع schema. اي شكل schema. اي شكل ما بتقولكش لازم تديني الـ data destruction معين بركي. ولا جيسون. ولا مثلا انسترقل شكل معين. انسترقل اصلا تخدمكش قولك لا. Data Warehouse بقى. اي هي بتقول. الخيمة المفروض تكون predefined قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة. فده يعني بيلزم اللي بيكتب في الـ data warehouse ان هو يعني يلتزم بالـ schema دي. بس فده يعني دي دي مور رستريكشن. يعني لو حد عايز مثلا يقد نيو تيبل او يعمل يحط داتا. يقد داتا جديدة في الـ data warehouse. فلازم يلتزم بالـ schema دي. فده يعني مور رستريكشن. بس في نفس الوقت. هي يعني بتوفر performance و security و integration. ودي بعض رازم نتكلم فيها. انا لو عندي انا لو عندي شكل بير دلوقتي. وعايز اريبورت مسلا sales per day مسلا. لو. لو بران مسلا الكويري على الـ data warehouse اكيد تبقى اصلا بران لان برضو الرستريكشن التي بجعلت المور مور ثانو والبلان تبقى الاسرع لان الـ data خاصة تعرف كل حاجة عنها. لان data lake برضو ابطئة شوية هي مش ديزين للـ high-speed query that exists. وإن كان في بعض الـ到ies that you better to start with me حسنا. الـ data processing. يعني هو يعني أنا بيقول ان الـ data lake بتستخدم الـ elt process. انا بصراحة مش متفق مع الحطة دي. يعني مع الدكومنت دي انا شايف الـ data lake بتسابه رائعا. احنا مسلا بسرم spark مع data lake مع ass re ولا اجر ولا كنجم حلох نستخدم ATL عادي. مش يجب أقصد بها ببعض هو شو عارفين. الت مقصد بها انك انت بتجد يعني وباستخدمش حسنollen إلي هي تعمل في مستخدمش My Vert Cβα outline. للي هيا تعمل بروستسين. فانا مش مَ مُتطفق مع reference اللي هنشتغل منه ده في حتة ان التiencia naturale. بتصوي التذات التكن في وديه بتصوير دور ده. وصوت انا وجد نظر ان الاثنين شغالين على 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 التعليق. عكس هنتقوم فيها بعد شوية. يعني مختلف في الحتة دي ارودة كليا مع رفرانس ده. يعني شايف ان ال data warehouse هي مفروض ال ELT والdata هي ال ETL. بس. ده اه. والله انا كنت براك متخيل كده الصراحة. كنت متخيل ان ال data هي الا اللي هو extract and transform and load. يعني ده انا كنت متخيل هي كده. لانت بتاخد البيانات تعمل عليها شوية transformation بعد كده بتحطها في حتة ما. اه. وكنت متخيل ان ال data warehouse انت وفوق بترن الكويري مثلا. على ال data base ازت نفسها. بالضبط. مش انا مش هلود من ال data base بقى ارن الكويري انا كنت متخيل اللاكس. وتعالوا من وضح دي بشكل اكتر. درتي انا لو عندي data موجودة في ss3 في هدوب في اي حتة. وانا عايز ارن ال data. فهزا ال ELT ما عندش اصلا هنا اي سورج. يعني ما عندش اي حاجة اضع كوي بها ال data اصلا. لكن لو عندي spark فانا بلود data في spark. بعمل تنصفو موش او اي طول زيها. وابلود data في file اخرى في ss3 او في dbs. لكن في data warehouse انا ممكن اصلا استخدم ارن الكويري. يعني اعمل اكستراكت. لود يعني اصلا استخد. وانا باكستراكت. احط الكويري كومبليكس. واعتمد على ال dbs انجين هو اللي عمي الكام ده. لكن انا شايف الحيدي مش هنطفف مع ال my reference فيه. اه فما علينا. طيب تعال نروح اجوز بلاها اه 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 ام ممكن نسكب نوتة دي ماشي. خلاص انا بس هول حاجة في الاخر. النوت دي احنا احنا شايفين مش قومينة قويين بس اه برضو لازم ابس حيدي مهمة ان انت لما بتستخدم ال data lake برضو في شوية حاجات مش موجودة بسوية زي هاتف احصت تبنيج كامعة performance الديتاليك تبقى افضل اه افضل في البيفورمانس لو بتشغل على ستاكشها داتا. فبعض درس متأكد الديتاليك عندي مش مفهاش سيكيورتي زي داتاليك عندي مش مفهاش سيكيورتي زي داتاليك عندي مش كل الديتاليك ستصببط الكلام ده. حتى الديتاليك ستصببط الكلام ده بتصببط او ادشنا الطول. اه فانا ببعض وحيدة يزي ناخد بلنا منها. لازم هنجو داتي تاني للالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نقدر نيكستراكت الداتا منها وننجستها عندنا في ال data lake. والنهاردة هنحاول نشوف اه يعني ايه نيمبلمنت بقى يعني ايه بتاعت بعض الصورس دي شكلها عاملة ازاي. بحيس يعني يبقى يعني المرة هتكلمها بشكل نظري اكتر المرة هنحاول نتكلم بشكل عملي. صحيح. بعضوا من الجزء المهم اللي احنا بنتكلم فيه لما انا بس نبدأ ناخد فاحنا هناخد في كل تول نبدأ نشوف بتاعتها وننشوف التول اللي هنستخدمها. بس نبدأ ناخد بقى specific use case بقى. فلو بدأنا النهاردة بـ RDS. احنا كلنا المرة فاتح عندنا نوعين او يعني من لي نوعين من الانجستشيان هم ايه? الانجستشيان ويز اللي هناخد بادتها من الـ RDS. احنا قلنا اللي هو الـ الـ Cdc صح? الـ Cdc و Jdps. اه. و Jdpc. اه. اه. الى انت امنت تعملها بنفسك ايه ما تستخدم تول موجودة زي الـ Cdc تعملها دك. بالظبت. فنحن عندنا نوعين عندنا cdc اللي هو change data capture اللي بيجيب بيه داتا من من الوقت ساعدة بيس وعندنا jdpc اللي احنا عندنا لنه حاجة مباتش كل شوية مثلا كل ساعة تاخد داتا وكلمنا ان في ميزة وفي يعني ايه ميزات cdc ساعدتك انا موال فاتت ان هو يعني اللي بتعمل لوحدها انت مش مضطر ان انت تشغل دماغك يعني اتتعمل ازاي بتريب اللي كاتل داتا صح اوتوماتيك مش محتاجة انك انت تقعد بقى اطردنا كل شوية job بتجيب داتا كل ساعة او البروتيبل هيدي ممكن تكون فيجر ان هي الجيب داتا كلها عامة يعني وكلمنا برضو jdpc لي ميزة برضو تانية ايه هو نوعين عندي one time مسلا مش محتاجة داتا low latency واكلمنا برضو jdpc low cost يعني انت ممكن جيب بايسون كود يعني الكلام ده لكن انا ممكن نتكلم على cdc انت جيب tool تستخدمها سواء open source او cloud source وليها تكليفة ايه ولازم نتلتزم بالقواة هالطول دي يعني ممكن اه حاجات هيا بتعملها انت مش عايزها او حاجات هيا ما بتعملهاش انت عايزها تعملها فهو هكذا صحيح بمناسبة القواة للطول احنا مرة فاتتك كنا قلنا جملة قلنا النازل اكد ده بيسبب support cdc ولا يعني بشكل عام يعني احنا لابن نتكلم على الحتة دي انا هن نتكلم على الاندستوري ديفنيشن يعني فاندستوري ديفنيشن معناه لما نقول tool بالsupport cdc معناها انه التول دي بتديك الى cdc log او transaction ready جهزة تستخدمها لكن لو انت عندك داتا بيسب مش بتديك دي جهزة فانت او كابت custom algorithm وانتكلم على تكابتش داتا دي فسعادة انا بنتقول ان دقة ممكن تسميها cdcr بس في الاندستوري هو بسعادة بيقول ايه دابس بتسيبوط ده او هي بتديك cdc في ناس في الاندستوري بيسموش cdc في الديفنيشن احنا كان في مؤلفات ان tool بتديك ال feature جهزة او login enabled جهزة على لفل ترانزاكشن تقدر تجيب transaction data automatic من طول دي من الغرم انت تعمل additional work من ناحيتك انك انك ان تت implement custom algorithm وتقول انا كده بسعادة الـ وانا ستعمل ان مثلا اه كاسندرا قبل version 3 انت كنت ممكن تعمل cdc تقعب بقى تعمل custom code بنفسك تقعب تقلم اللوجز من اللي هو distributed across the nodes وتعمل الكلام ده دلوقتي كاسندرا مسلا بتديك جاهز انك انت برامتر بتنابل اللوجز لا تجيب الكلام ده automatic سعيته كنا في الاول ممكن تعملو بس custom implementation في الاتصالة انت بتاخده automatic في يعني لو حد ممكن عنده وجهة نصر مختلفة اه ما عندش مشكلة بس انا ده ال definition اصده ان هو ممكن اه ما عندش مشكلة ممكن يحمل الصواب يعني والخطأ يعني طيب دلوقتي احنا عايزين نقنكت على RDS اه postgres اه اللي هي ال RDS فغير اللي هي اه على امازون تعافين امازون عندها اه postgres managed على امازون اللي هي اسمه RDS اللي هي original data store فهم؟ فهنا عند دلوقتي احنا نسيرش اونلاين انا عايف الطول بس هنسيرش اونلاين مع بعض احنا نعمل ايه فهنا نسيرش عند دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه عايزين نعمل اه cdc integration مسلا اه لا RDS RDS postgres CDC هو RDS اختصار relational data service اه relational data service اوكي طيب احنا دخلنا هنا بس هشوف هو بيقول يعد documentation طيب وهو بيقولك انك انت امازون ده امازون RDS بتصبوط change the capture طيب وبعد كه بيقولك ان انت عندك الhypertronic ده تماما اكسيبت الكوكيز هنا طيب بس انا عايز اشوف ايه هي الطول هتعوك احنا نسيرش الاول هنا cdc on aws ايه طول زي بتاني مكام ده اه فيه طول اسمها هنا هي بيقولكي create application task using amazon dms AWS dms طيب فكده احنا عايزين فيه طول اسمها AWS dms طيب احنا نشوف ايه هي AWS dms اصلا ايه هي AWS dms اصلا database migration service طيب AWS migration service ما هو بتعمل ايه هي اللي بتعمل cdc على AWS هي دي بتعمل اي database انا محبش اي كلمة على دي اعني انا قضي نفس نفس التول هي اللي 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 عايز استغلم cdc على AWS بيروح دمس بص يعني شغلا تكون كاكتر تبقى لي كده فترة تعليفتني لا تقول ايه احنا ممكن نشوف ايه هي اللي بتعمل ايه تعال ناخدها كمعلومة الاول AWS dms اه سورس ايه هي سورس مابود اصلا هو بيقولك ته ممكن تاخد oracle ممكن تاخد Microsoft SQL ممكن تاخد Azure SQL ده Microsoft version كمم تاخد Microsoft Azure SQL Managed Instance ممكن تاخد Google Cloud for my SQL as a source كمم تاخد postgres database as a source دي اللي حنا نشتغعلي كمان شوية كممكد MySQL compatible أي كمان عندك MySQL عندك CERB.EES database عندك Mongo as a source عندك amazon.dp.P with Mongo compatibility وعندك SSRI as a source عندك IBM dp2 عندك IBM dp2 for zOS موضوع السري ده يعني لماذا استريم مجداتباز ولا كفائل سيستم كفائل سيستم او ميحصل اي فائل عليه هي Winston على تسمح الشعور اه لازع events بتحصل وبتعملها ممكن مبصدها بعدين فعلا. تلقى قاعدة ايه احنا 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 ان نرى كده. بنفسها. طيب. كباستجرس هنا. احنا الروح نتعان نأخذ الروح معلقة الاركتوتشية معنى اكس. ماشي. طيب هنأخذي اول كده. اول خطوة لما انا بيكي لأسجل جديده وعيني التبيز وهستعم تول الآن لأخذ نبحث عن كمبيتابلتي. كمبيتابلتي السابورت. انا في الاركتكشيل بتاعنا دايما هنروح الطول اللي فيها native support من من provider. يعني انا مش هنبلمت حاجة بنفسي واقول ان هي support معي. انا هافطلين ببني شركة وانا عايز حاجة مور مش عايز كتير على ان انا عمل custom code. فانا هاعتمد ان انا عندي. اه cloud provider بيديه طول دي جاهزة. تمام? فانا هافطلين عندي اه اه سوري. بوستي جرس سوري تين. اكس. بوينت وينت 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 سوري. فانا هنا اول حاجة بص عليها ايه هنا وانا بكره هنا. اه انا هقفل دي كده بس بواققا. نشي. وهنا الدجو منطل بيقولك ان انت ممكن تستخدم اه ميجرسات الاتباز بيس او 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 هنا مقصوب بيها التارجيت الديميس بالتصبوطه. بنعمش اول تعال اول كان خし تفاصيلا اعطل هده竜 موضوعه المنترح من الada-migration ديميس تعرض��ه ويوجد ممكن من اضافر الوريكل ممكن تكون في بوستغرس وتضبط الزاوريكل كنت نضبط؟ اي اخر مجرسوفت سيكل قوة ساورس بتعالى ناخده معدي لقد سدي الكافكا كمان بتعالى ناخده معدي لقد اضافر حلو وفي بوستغرس ومي سيكل وامازون ردشفت وساب وامازون سيسري وامازون داينامو وكينيسة كينيسة التاسرية كينيسة نفس مكرة كافكا هان مجلب أفوش وباتشي كافكا و امازون اوبن سيرش امازون دوكيمين داتابيز و نبتون نبتون ايه الراف داتابيز امازون و ريدس و بيبل فيش بتاعت امازون دي طيبا اللي هي يعني دي طيبا الليست بتاعت الديتابيز احنا طيبا انترستنج في اللي هو امازون اس اس في اذا تارجت تمام او ده الجزء احنا نشتغل عليه بس قبل نوح عليه خلال احنا هتأكدنا ان التارجب تاني انا عايزينه موجود تعال نوح تاني للسورس امازون ايه هدو بيقولك ايه هنا صراحة انا اول مرة شوف الCDC وحاسن الموضوع يعني شايق بالنسبة لي والله فعلا ليسا منوح اعطاكت دينتابي جميلة اا يعني حزنة دينتابيز دينتابيز سهلة و دي الفكرة تصغير من كلاود انه ما عدش اعمل كل حاجة مانيول ما عدش اعملش كل حاجة مانيول بإيه دي فاست نخش راحتي بعدين سوى بيقولك ان AWS DMS supports postgres version 9.4 and later دي بقى حيثة مهمة انت عندك ديتابيز قبل ما تبدو تفكّر نرايح في إنوان ما جاي من اتعاف في تاعتك و تقوم بتاعتك ايف انت عندك 8.x انا كنت شغل في شركة كنت اعمل 8.x و تجريد مع ديميز وقفنا الميجريش اخدت ما عامنا اعمل و كان موقع يعني شركة كبيرة و فكرة ما جيدة بيستعيتها دي احنا كنا بنتخطط لأوليح في 6 شهور افجرد افجرد و عمين ريبلي و خايفين دي تقع و ممكن اصلا بيستشركة تقع لأ مش عنديش اصلا مش نوع افجرد دلوقتي خاص لازم تبقى تشوف طول تانية لما تشوف طول تانية لما تقول لهم والله يعني هوا حسن open source مثلا كون من دي سابق طهر عشان كنا بقول دلوقتي ماشي طيب هو بيقول لك ان انت بتاخد boost agress 9.4 and the later version or 9.x يعني 5 6 7 في ال 9 10 11 12 13 14 كل دول as a source database طيب ايه ال option ممكن يبع عندك boost agress ممكن عندك boost agress يعني انا عندي سورفر هنا في البيت حاطت boost agress on-premise ازاي يعني فشوري connection انا عملها هو بيقول لك دي ماشي برضا ممكن اطبع لكي asen هكذا المنكتب معك database on rds ولهي المانایشби S with Amazon او ممكن تكون على orradi م parties بروس يعني amazon majore Management Service يعني RDS دع DAM انا دائمًا بحب اركز تل rpm يعني لو حمله برضه خد بالك انت بكون كارثة اكبر دي limitation بزرقه بيقولك خد بالك من حاجة ايبقى اللي خد بالي منها بيقولك ان ديميال supports amazon aurora boostgres serverless version 1 as a source for full load only ماشي but you can use amazon aurora boostgres serverless version 2 as full load and cdc الاول تعاني الشرح حترة الاولى يعني ايه amazon serverless serverless عندها حكتين عندها version 1 وعندها version 2 مم عندها عندك version 1 فاس欠ت بها full load full load يعني ايه مات تران خطي ميقرة لك تجدتها كلها في حتة اني ماشي بس دي full load يعني مرة واحدة بس لكن انت change the capture مش رفت تقبه لها اكبر من server 1 ايمن sorry من version 1 version 2 اجبك الاثنين طيب بمان ان عندنا version 13 فانكده محتاجين ايه محتاجين mini mom ايه Demiaz version 3.4.2 آن SOL يبقى انا داتيار ارمجة ابني الاركتكتشن ان DMS version هستخدمها على كلاود على الـ ياسيبه الفو بوين سفين. طب اي ده انا روحت استخدمت اي حاجة مش هيمفع. يبقى سيلتي مش ثبوتت غير هنا. ولو فوق T مش ثبوت غير في بوين سيفن. لو روحت استخدمت مش هشتغل. يعني كافي يعني ثلاثة او يعني فيه version للسورس version لدي امي اس نفسها وفيه version مسلا التارجت. هي انت لعبتك كلها ما بين كومبتابلتي والكوستاني كان بعدين. ماشي? طيب. انا مش اخش تفاصيله هنا. هكده عرفنا جزء ده. فيه عشان الكلام ده هو بيقولك فيه تفاصيل ايه? ايه setting اللي محتاجين نعملها? لما نيجي نعمل implementation. هنعمل setting سوى. يعني هناخد هنكرية RDS database. ونعمل الابضيت فيها لليل اه للconfiguration ديه عشان تشتغل RDS معانا. وهنعملها في مشكلة يعني مش هنعمل نحضرها. لا هنقض معكم نبص على وندور 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 سوى. اوكي? طيب. جزء التاني هو ايه? التارجت. الله يلا عليك التارجت. بحنا هنا ايه? هو بيقولك يا من العوص تاخدي ايه? احنا هنطارجت ايه? هنحط اس اس في الاسا تارجت. انا مش هخش تفاصيله هنا بس انا انا عاكم نبص بس انا كنت عايزة اقرى لو في اي نوت كده ما هتجد اخو بالي منها. فانا هنزقها بص بس كده بشكل عام. انا عشان اقودي قبل كده. بس خليب بص معكم بشكل عام. وهنا بيتكلم ان اه دي مسبة تصبوت اس اسا تارجت. وبيلك هناك بتستخدم بس س في اتفالت. بس انت ممكن تغير لطاعة دهات. ولو انت عايز تستخدم في استخدم ايه كومباكت ستوريج وفاستر انت لازم تستخدم حاجة باركي. ليه بيه 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 كومباكت بص باركيه. عندك في كهر وحده دي او يعني ليس لازحب باركيه عند س س في. اه او نعم مثل اما بيستخدم Spark بيستخدم معه باركيي يعني انه هو بي او بيخزن data باحسن فرمات مناسب لها يعني انت لو بتخزن data كCSV لو مثلا بتكتب integer هكيد هتكتبه كstring مش ك integer او لو في يعني schema معقدة مثلا row مثلا جواها list جواها object جواها كذا دي لو انت بتكتبها في CSV حيبقى عذاب ان عذاب ان انت تأكستركتها تاني يعني او تعرفه تاني ان schema دي موجودة هنا لكن الparkey يعني فهو لما انت تعرف مثلا ان integer مثلا 4 bytes فانت هتكتبه في 4 bytes بس يعني لو عارف ان مثلا ال double 8 bytes هتكتبه في 8 bytes غير مثلا لو انت مثلا لو بتكتبه كstring ممكن بياخد 500 bytes نقطة تانية برضو الparkey هو columnar لكن CSV هو row فعادراتي انا لو عايز اكسس انا عندي فايل في 100 column تمام؟ وعايز اكسس 2 column منه لو بقى اكسس CSV سيبروسس line by line ويسبلت كومة سيباريته ويكسراكت بتاع ده فحرفيا CSV كأنه سيسكنر في كل حل؟ لكن الparkey هو عشان هو columnar فالداتة مع قلوبة كده هو او مثلا يعطي قدمة فانت عندك انا عايز اكسس ID والنام فانت ماشى الى اكسس داتة كلها هذا جزء الاو جزء التاني ان بما ان الparkey binary فالصريعي اكسس CSV ليس بايناري فورمات حل؟ جزء التاني ان كنت كما حدث كانت حتة اطلائزة لانستورج قارن ما بين فايل نفس الداتة جيجا بايت مثلا على CSV وعلى وكمان بقى بقى وكمان بقى وكمان بقى تقريبا تقريبا يعني انا من عندش احصائية وسوف افكر كاته اقل 20% او 25% من صورة من CSV وفي ناس تقول اكتر كمان يعفى انا اتكلم على الكمبيرشن بعدين بس ده بشكل عام طيب انا بس يعني الحاجة اللي يهمني كانت نهو بيصبورت ال full load وCDC ونهو بيقولك انه كمان بيصبور CSV وبركير فهنختار غالبا في معظم التاليك بتاعتنا ببركير ازا تمام؟ ان لس ان عندها الميتشن يعني طيب انا بس عزاكد في حاجة تانية مهمة هنا بيقولك انك تختار الفايلز طبعا احنا هنا عارفين بيجي لنا data for cdc insert update delete لنفس الفايل او لنفس الريكورد في ريكورد كله بيجي لك كل مرة يعني ده كده insert الريكورد هنا جالك update الديتستغية والمدينة ما كده جالك update تاني الديتستغية والمدينة ما كده قالك ان الديتست الديتستغية ما تضيف الديتستغية الريكورد معكش ده طيب فاشن تبني اللوجيك بتاعك ما تيجي الريكورد او بتاعم اللوجيك بتاعه تمام؟ هو انا هابتشروح لك الحتة دي insert update هو سؤال هو يعني مسلا هو بيcreate فايل صح ان الفايل مسلا بيقى فيه كم ريكورد هل مسلا دي حاجة يعني انت تقول له مسلا كل ميت ريكورد او كل الف ريكورد اعمل لي فايل او ممكن تقول له انا عايز بفايل عايز عدد الريكورد ان كنت عملت بفايل لعدد فايلات معين اا لعدد ريكورد كتيرة ده ممكن يقصر على ديميس ديميس بالكاش الكلام ده في الريكورد نستعيتها فاتما تقول لهش انا عايز مثلا خمسين ميجر فايل هو هاتلي بيقولك ايه هو يفضل بيدفولت سي بيستنين كما هي هو بيعمل ديميس المزبوطة بس حتى التويكين بتاعه ممكن تقول له مسألة انا يعني كان عندي مشكلة مرة انا كان عندي عارف فكان قال لك ان كان او اللي كان شغال معيك بيقول له احنا مش نقض بروسس فايل في خمسة ريجول ستا ريكورد فحاول زودهم لشوية مش عايز انا فايلات يعني ما عنديش مشكلة انا ما عنديش يعني برضو خبك هي تريد اوف انا ما عنديش ان انا اجيب الدياتا اسسون ان هي توصل لديك لانك انت الوقت بيعمل بيعمل لو انت قلت له لا كيشتي بقى انا عايزك تيحطي 20 ميجر فكده مجرسة متأخر 10 داقة او 5 داقة وخبك بعضو فيه ميموري فانت بازل تفكر مش limitation يعني بعضو اللي يمبك فانت هازل تفكر في حتة دي ولو عندك instance تغيرها ما انت ديميز ديها cost نتكلم بعدين فده جزء التاني انا عايزين يتكلم عليه حتى اولا بيقول لك البركوزيب بتاع التارget الميتيشن انا ما احب بص على الميتيشن يعني مثلا بيقول لك لو انت بتكيبي الفرجن فهو مش بيقومت ثم فرجن بيقول لك تستخدم اللي اف سايكل ماشي السحاني اي المقصود بالفرجن هدا فيه في الباكت على ssd فيه فيتشار اسمه ssd versioning ان automatic ssd بيكاري الفرجن لالفايل ان بيحصل عليه اى اى اي اى قول لك ما تنابل ما تعملش انت ssd يعني لما نبحث على ssd المنتخلو على الامبلمنتيشن. هو يكون الحتة دي. ان فيه option في ssd. انا كنت اقوله enable versioning على الباكت ده. عشان او فيه فعية مسح فتوقيت اجيب version قبله او تشوف اللي هتعمل ازاي. وبالك هنا استخدم اللي هي live policy. اه اللي هي بتاكتف دليت القرط version انت عايز الكلام ده هو. ماشي? اه. بقول لك انه ممكن لما تيجي تعمل اللي هي ال end point test connection. اه يحصل error معاك failure بسبب list object call time hour. فبالك وما تعمل شي دي معنا ان احنا عارفين دي limitation عن داني. واقرا ابدأ بالlimitation والsupport اهم او versioning يعني حتة مهمة جدا. اه اه ال vbc end point انا مش يعني ال vbc end point انا محتاج اشعر عني vbc. انا عارف من الباضي حتي مش شرحنة. بس ال vbc هو ال vbc اه مفروض اللي هي ال network اصلا. cd اختصار اي اناسي. بس ال vbc اناسي. اه اناسي vbc اختصار اي اناسي. اه اناسي private cloud. مهم يعني ان هي دي ال network اللي انت اه يعني اللي بتحط عليه الحاجة بتاك. انا ال virtual network ده سنت بتاعتك يعني. ماشي? انا عارف اشعر عني الاول يعني vbc ويعني ايه فدي حتى خلان يعني خلان نعديها دلوقتي. ماشي? لكنها مسلا زي الراوتر بتاع البيت كده مسلا. يعني انت عندك نتورك جوه البيت برا البيت ما يقدرش يعني اه بلزبط اه. كل الاجهزة اللي جوه البيت قدرت اكسس بعض لكن اللي برا البيت ما يقدرش اكسس جهاز من جوه اغير لو انت سمحتي الوقت. ماشي انا عدي دلوقتي. ماشي? لما يجي ال konflijade ms هي كو الحيطة دي. انا هشرح التفاصيل اكبر. بس كلانا عديها دلوقتي هي مش حتة كراتيك الاوي. هي كراتيكاس مش اويا. ماشي? اه. طيب حكا بيقول لك set following data definition language اللي هو ddl comments are supported for change data capture CG. طيب السؤال بقى هنا. ادي حتة كونا نكلم على مبيكاته. عبتي. دي بقى tool لنستطيع التطورة يعني كل دول تقول لك امش المتاشة أنا أصبحت دول عايز انت بعد implement custom و هذا ما قلت لك أنا أصبحت دول فاتجي يدرس تعملهم أعيَّة كاستوة تعملها هي أوتقوف صبورت تعداها هي اهمدي الكامعة طول صبورت دولة فالطول يوم تقول لك ايه انا بصبورت الطريق تيبل بصبورت ال drop table بصبورت create table وبصبورت rename table add column. drop column. rename column will change column data format فانت اخب بالك لو انت عندك حاجة تانية او اعرفش ايه تانية موجود بس مش ماغي يعني. فحاجة تانية موجودين هنا فهو مش صبرات دي. كان بيقولك اترنك. برضه بديك نوت هنا. نوت هنا معانا فيه حتة اخد بالك منها. بلكن ال ddl operation ترنكد. ddl operation بترموف كل الفائلز وcorresponding table folder من ss3. يعني انت لو بتعمل اه انابل الحتة دي فانت اخد بالك منها. you can use task setting to disable ده. كويس انها ايه المعلومة دي فاخد بالك انت مش عايز لو هو مسح من الصور. يعني انا ممكن يكون عندي ان الناس هم بك انت تسماعين انا مش بنحب بعض. اعلاقيتنا مع بعض مش افضل حاجة بين data lake and backend team. انا بحبهم. بس يعني في الشغل مش بنحب بعض. انا عرفين يعني. اعلاقيتنا مش افضل حاجة. فهم ممكن يمساحوا تيبو. بس انا في تل افضل كيب ال version من الفائل ده. كده كده انا عندي دل يعني. data lake storage خيصة. وانا كده جاعة اكيب historical كل حاجة. ممكن هم يمساحوا تيبو. انا كيب بعض التيبو ده موجودة عندي. اخف يبقى دي اكشن غاط. فهم ساعدتها. خبك فيه teams. طبعا في حاجة اسمها ال back. بس. بس يقول لك ممكن يستخدموا ال data lake. از ان هي source of. يعني هو بترانكي التيبو. بس يعتمد ان فيه version او بكت منه موجودة على السري. او ان لو عادت حد انايس دي يروح ال ssv. فس دي طبعا بال communication يعني. طيب وبيقول لك ان وconfigure ال behavior يعني. يعني change the caption. بقول لك دي task setting. دي بقى حيث تتكلم عليها. هل في setting لكل حق او في task setting بقى هنا. نتكلم على ايه setting التي ممكن تصبوتها. ممكن تاخد واحدة واحدة فيهم يعني. ماشي. بس اصلا ممكن توقع اصلا ال task setting كلها. يعني في اصلا ال section. نفود هنا على الشمال. اه بحظة احبين. نفود هنا بحظة. اه تسك. هنالصن يعني. هو هنا task setting اصلا بقى. كل task setting. ثاني اين هو اصول بال task هنا. كل replication. يعني replication مثلا. انا اكون نكت. باتابيس معينة. دي اسسري. دي كده task. ال instance الوحدة ممكن تكون ملتي تاسك. باتابيس. 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 ال instance الوحدة. ممكن تترابيس. فال task. ترابيس. يعني. يعني. one replication. يعني. انا عندي هنا database. بس انا عايز هنا. اجيب كل ال database. من source x. source y. هل. ال task الوحدة. بترفيزينت source 1. ال target 1. ال instance الوحدة. ملتي تاسك. يعني. مينفعش task 1. تجيب من 2 different databases. مم. يعني. ال task تخدم من one source. اعتقد. ممكن تكون فيه multi target. اعتقد. شكل قوي. بس مينفعش. مم. اعتقد ده. at least. definition dms. ماشي. هنا بيقول لك ايه بقى. المسائل task setting. task setting. و target metadata. كل كم ده نخش في بعدين. وسيدي بقى سنين متاعتك. واحد بيقول لك. كل حاجة. ال filtration. هنتكلم في حاجة بعدين. منيجي. ساعة implementation. متاعتك. بشكل عام دقيقة. انا خلاص عارفين. إن. dimmast. propost source. as a postgres. rds. وبالصبOT ssc. as a target. وبالصبوت. انا عايزينه. انا بقى حاجة تانية. الفول. مود. is not supported. انا مش عايف صراحة. ما الفول. مود. يعني. الموبي. مش عايف. هوا. لا لا لا. انا بصراحة. انا مش عايف. ما استغلنش. المود. بل كده. بس خلال فوائي اصلاً ده. انا مش عايب ما قريتش عنه بل كده. هابوص علي. large binary objects. اه. اوكي. اه. اعتقد. سنة واحدة. انت ممكن ان تخزن في database binary. يعني data in binary format. اعتقد ان postgres. postgres مثلاً بتصبب جيسون. فانت لو انت بتصبب دقعه ده. فانا عندك large json فايل. اعرفش ممكن ان هو ده لقصود. امش عايب في large binary object كاما اصب بايه. اه. اه. مع ثانية واحدة. سواء خبالك هنا بيقول لك ان. يعني دلوقتي فيها source. وفيها target. وفيه في النفس task. اللي هي ال task دي اللي بتاخد الحاجة من ال source للتارجت. اي واحد. هل في حاجة اجبر من task ولا هي ال task? اصلاً انت بتقول ال task هي يعني database يعني يعني يعني. بص ان عندنا. اللي هي connection واحدة لل database مثلا. اه مش اكتب في صورة كده جميلة. كانت مشروع بتشجرح ال instance وال. sorry. images. اه. رحت شوفين. هنشتري ايه. اصف صورة كده. اه. هي دي. كده اللي ما عايزه. اه. شايف اذا افتحها هنا. اعتقد اهي. اه. رحت اين اود. ال documentation اهي. ازوم كده. انا مش عايز دي. انا مش عايز دي. انت ممكن بتاكل كيمية تقريمة ان تفتحها كتاب تاني. مش عايز. اه. اه جميل جيد. طيب. انا عندي هنا. دي. انا مش عايز دي. حل? حل. سوي دي. انا مش عايز دي. انا مش عايز دي. حل? حل? انا مش عايز دي. في حاجز ما هي application instance. اللي هي دي. اللي هي فيها. اه. اللي هي الاستنس نفساد تاخد size instance معينة بتعمل فيها الكلام ده. حل. كانت دي اميز ده بتكوننكت على database و target. انا مش عايز ما source. اندو بوينت. في حاجز ما target. اندو بوينت. ده ده connection بس. هل? حل? حل? بعد كده عندنا جوة database في task. التاسك دي هي بتشيل connection ما بين source و target. لكن task مفعلش ملتي سورس و ملتي تارجت. انا فاك انه كان فيه option انك تحط ملتي تارجت بس غيبا سورس وان تارجت وان سورس دلوقتي. ماشي بتأكد معلومات تانية. السورة دي جميلة ايه على فكرة. اه. السورة دي يعني يعني حاسن كده نبدأ بيها. احنا كده وصلنا بيها صح. السورة جميلة فلا. يعني وحاسن انها فهمتني انا اصلا في امم كنت عارف عن ايه سورس وعن ايه تارجت اصلا. طيب السورس هنا مصوب بيها السورس ان دبوينت تودى بيها السورة ايه. ايه. اللي هو ال URL والحوص والبورت والوسر والباسور والtarget هنا غالبت بس وباقي بتاعه مثلا فتستعيد. مجم بتشعر موضوع حتة دي بس دي حتة مهمة. وانت بتكون فيجر الريبليكيشن تاسك دي بقى على حسب انت عايز تعمل ايه بالزبطين يوم ما. بدول انا عايز اكون عايز اكدت تاسك تاسك دي عارف ايه من السورس اندبوينت ممكن تكدت عارف ايه من السورس اندبوينت ممكن تكدت عارف ايه من السورس اندبوينت. ا طيب اه نرجع تاني نرجع تاني هنا. نرجع تاني هنا. نرجع تاني هنا. احنا ونخص بقى الجزء ده طب انا هرجع تاني يعني دي زيت كاريت تاسك. فانا هرجع تاني للأس ما بتاعتناك جميلة. فانا هنا اول حاجة. فنزل دي تحت كار شوية. اه. اه. وهشي دي سي ده. وحب دي امس. دي امس. تفتكتها طلع من او مرة? لا. طبعش او مرة طبع. طبع. طبع سراش عليها. اه. طبعك تداتا بيز حتة. من داتا بيز. تطلع اصرع يمكن. اه. داتا. داتا بيز. تطلع. اه اكيد مش هالضغر في كل ده. طبعين ينزل بسرعة كده هنا. انا. هل تعمل المربع وخلاص? لا لا لا. هل تحط الايكون الجميلة بتاعتها. انا بحب الايكون جديد. احنا بأخذ اسم الشغل عشان ده. ده اسم الايكون دي. يعني اما تبناش الايكون دي مش هانا. مش هانا. مش هانا. انا عرف نعمل شغل. اه. 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 طيب. دي كده. هانا يعني امع دي كده ايه? دي مس. اه. اه. انا بس بحب اخليهم كلهم ستين. هل بخليهم حاجات كلها ستين. يعني ايه? هانا كلها ستين. اوكي. طيب. انا كده عارف بشكل ما. انه انا اخذت السهم ده. هنا هوت. هيكون نكت مع بعضه. وعارف ان انا اخذت هنا اس اسري. اهو. يجمل اس اسري. امازون. بس طبعا في حديث السؤال داتي. ايه متوقع. ايه هو السؤال. ليه كتبتين AWS DMS وين كتبت امازون اسسري. ده موضوع كبير جدا محتاج اشراحه يعني بس هي فيه tools AWS tools amazon. يعني 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 هي اسمها. يعني هي اسمها او دي اس وي اسمها AWS DMS. هي ليه? هي دي يعني ده طلع بالاسم ده. ليه فيه انترن التفاصيل يعني بس يعني هي تفر يعني. يعني انا عرف نعمل اسم تفر بتفرأي. يعني. انا حافظهم. انت مش تلاح تحفظهم سهلا. بس انت مع الوقت هتحفظهم ايا. بتكتب الكامل ده كل يوم. طيب هدارة انت عندك الكلام ده هو؟ فيه ناس بتعمل فيه ناس عندها كده كونفينشن بتقولك ايه? بتقولك لو فيه حاجة real time او near real time يعمل سهم احمر بطقاني. واعمل تحت كده يعني يعني مسلا لو هنا عرف ان دي يعني ما عرفش هي مش شرطة اقول الى النسكوا لو بتعمل كده. بس انا بعمل كده. مستف انت خارجي في نون جميلة? خلص انا يعني زوقي في الالوان حتى مش افضل حاجة بس انا عارف ان نفسي هتقولك مستقيمش الاحمر شافيزة عندها مشاكل في الالوان على الاحمر في استخدام مثلا ازرع مثلا ده بجد انا انا يعم ايه التفاصيل انت بتكلم فيها دي نعم انت فاكري انت فاكري انت فاكري بلوك بيقضي يعني عارفكو تفاصيل اضافك ان ان الانت تخيلة دي بتوعي الناس موتين بيها وانت تنشر حاجة تكتب حاجة ان مثلا احنا عندنا مشكلة في الناس عندها متشوفش اللون الاحمر متشوفش اللون الاحمر كتير فالدعم الوان اه انا بالمناسبة عندي ممكن في بعض الوان ما اخشبه منها يعني فيه رجلة كتير كده يعني بس يعني خلان اقول كده هوت يعني ان احط كده هوت اه طيب فاصدق اقول ان هوت اعمالنا ده كده او اعمل كده اولا كامل هنا اسعى عشان يبقى عافين السامر بيها مزلين اه 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 معولاتي اللي يشوف اللي يقولش مين عام يستعمل ده اسود واستعمل ده ازرق من تحت كده هنا اه اه جايد كده بتقوله اه بس انا مش حايف يعني كل حاجة معناها اي حتى البتاع مش موافقة لانت بتعملها بتاع حاس ان انا بقوفها كل بس هي مش قوفها كل سبدا يعني شايف يعني دي دي السامر عام كده مش هدوها يقوق حاسم مطارد علامة بعملو بس انا مش حايف عامل اي اي انا هاخد السامر انا اضع طلب الواب على رسمة وكده الخلوطة نجو على رسمة هكتبوا على ورقة ولا زواع الشاش محمود هيكتبوا على ورقة اشنحاس انه ما بيش لازمك كلام ده بس انا شايف انه لازمك كلام ده اه 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 اراء اي اراء اي اراء اراء طيب هنا دي معناها هنقول فقحة محطة نير الى 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 الاثنى نعملي واي исследنى يح pouها ابت نعمل ووكدت نعمل بعد ويحط وأناā ابتح التس وها انا عند اللون ده. في ناس اصدوا اللي انا شايف اللين زي بعض. فانا مقدر جدا موضع فانا هوضح لكم الاروان ده. فانا هنا ده كده خلاص اسفد اهو. وده كده ازرق. وخلاص خلصنا معيشت او طيعة انا حبيت وقت فحدة دي. فانا حاسن احسن احيطة مهمة. وانا لو حد شافنا شمون ما عادي بابا انا باحتمل اي 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 حلوة الصلاة. يعني انا هل لك احكي وانا باكت بلوكس. اا انا انا مكنش باكت بلوكس يعني. يعني باكت بلوكس عادي لها ماشي حد يبوص صحابي. انا بقيت بلوك في ناس تاني بوص عليها اكتشافت ان لا ده الموضوع في التفاصيل انا مش مدركة يعني. وانا يعني بعد شوية اكترناعت ان هو كلام مش غلط يعني. يعني مرزت ان اخب بلنا بالتفاصيل يعني. مش حكو لي. في حاجة غلط في الاسم. بس انا انا مش حالف. ليه دور يقول ان هذا مضيقني. بس انا مش حاد اصلح المشاكل دولتي في الحلقة اش مضيقش وقتكو. خلص. مش هحط عليه بوكس. ممكن تعمله جوتو اسندو باكجاوند او حاجة زيك. انا في مشكلة اصحابي ايه هبوصت عليه بعدين. طيب ما علينا. وانا احنا عرفنا ان الازرق ده. بس هحط اللون الازرق بنافس اللون كده تحت عشان يبقى واضح. ان اللون الازرق اللي هو ده هوت. اللي هو ده. هو ده اللي يبقى ايه بتاع طيب. كده احنا خلصنا اول جزء. انا بس احطة اخيرة كمان. يعني احطة بكملة يعني. نحنا نعمل دي. ان هي دي داتا اللي يبقى بتاعتنا. اوكي? ده كده. الموابع ده يبقى اسمه. طبعا انا اختفت الانت. اتا. انا ستحطها كلمة واحدة انا ستحطها كلمة انا ستحطها كلمة انا ستحطها كلمة كلمة انا انا ستحطها كلمة اشان لو في حد مختلف على وجهة النظر دي. حالة الديت. اه بحطة موضة تنظر ايه نجد. اه اه انا عبس مشكلة ايه. بسمي واحدة. ايش هكلي ما عرفتش مشكلة. لا اه. ايوة. كده افضل تلوين هنا كده. اوكي. معلين. طيب. ممكن نختارهم تاني بعدي. يعني انا بحب اغير اه وان شوي. طيب. اه معلومة قبل نمشي. قبل نمشي قبل نمشي في حتة دي. دي هنكنا عليها بعدين بقى في ان ثقافي البقل اوكي. بتحط البلاس واحدة. يعني كل بقى في صورته. حل? طيب. نأتي للنقطة البعدها. كننخيص الصورة الاول. اه بتاع ديم ايه. ايه. بتاع اللي هو ديم اس. مع انتغريت ما بين بوست بقوة دي ايه او دي اس ازا سورس. ونكتف اس سري الداتا. طيب. اه نخلش لعه صورتاني. صورتاني هو ايه. راسيل الصورس. طيب. فينا سأقيدنا لمعرفت اسل سورس. السؤال ده يعني. انا عرف ان هو صعب يعني. باختصار يعني. اعتبر دلوقتي انك انت عندك كتير. في ممكن تعمل system like internal leak CRM. يعني كيمة CRM customer relationship management. او customer management. دي system بيمانيج بتضيف عليه كاسم بتوعك. بتضيف relations. بتعيدهم. بتضيف details. بتعيدهم كل حسابة. يكون تفاصيلها بالكاسم. ممكن تعمله manual. حل? في بعض الشركات من نظام ان انا ايه بدلا ما اوحش تعمل حاجة فهم سكراتش. بتوعي تشتريحة جهازة. من ضمن السيستم المتاحة اللي هو سيلس فورس. انا بدي اكزامبل يعني. ممكن تشوف سورس تاني انتجريت معنا. بديك اكزامبل يعني. مش شرط تركز على ايه هو سيلس فورس. اعتبر دلوقتي بشكل عام. هو system online enterprise لابي اي باي. طيب. دلوقتي انا عايز اعمل ايه. انا احتفان طيب نتعار دeleśmy mogli yslip yslper new protein tube. ماشي صحيح بايا ولا بديك اokuxico. يعني ما Hi. ماAnget slsp.data into aws.定. انا ببص هنا كده. وهفتح ده. وهفتح ده كمان. شوفوا عمين ايه. ماشي? وبس هنا. using python بارب. using python. حبدال اول بusing python ماشي? اه. طيب انا اخد اول حاجة بايسون لنشوف حد يكتب ايه اصلا. ماشي? وهنا بيقول عندك بيعمل بس example اللي هو كتبه. ده كده code وهنا بيعمل س وحسب واحدة. اللي احد عمل بلوج انا مش عشوفه اكما انا اميه ازاي? هو ده بيقع ايه. اتبا حاجة ده. وده كده بيسوم 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 غلو. انا مش هزلغو. هنا بيعمل سكريبت سسم غلو. ده هو سبارك يعني. وهوكاده بلسكريبته وكانه بيقول لك ان مش عافش من تاخد ال secret manager بتعني unterstüt challenge. بعد كده ايه? بتجيب كده هنا كده ده كل ريسته وكده هنا السي سيليكت ما شايف ايه انا كود اعنا شوفه سوفيني حتة اه طيب بصيني واحدة كل كود ده وده اللوكيشن طيب خانش في حد كده اه 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 get hub get salesforce data using python مثلا طيب في حد هنا اهو عامل الابر اهو ايوه ايوه هو ده اللي هنشوف هو ده بالضبط فهو راجل بيقول لك انت تاخد الابر اي ده هتكاري client من salesforce ده خليل زيان باسود او تجيبه من اي حتة بعد كده بيقول ماشي ده كل ده authentication segment authentication خلاص خلاصنا بقه ماشي 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 هابيقول لك هو انت هتجاريت insert serial code management ده شكل ده ده هوت get جميل جدا والله هي اعمل شغل راجل محترم جدا اما عفش اباري ديمو اما اقبتش كده بكده بس ده example اعتقد فيه اكتر من example online يعني بمناسبة يعني شوفنا بايسون salesforce اباري هتلاقي اعتقد فيه يعني اعتقد فيه حال كتير قوي اصلا ده له اصلا library كمان جاهزة او هو ممكن نفس the library حتى هو نفس the source force نفسها تقولك ازايت automatic الكلام ده اصلا هو هنا بيقولك هو نفسها تقولك ازايت اعمل الكلام ده اصلا طيب سأعني انه ما الفاتت طب ده كده باستخدام ايه باقي query دات انت عايز تجيبها سأعني انه ما الفاتت طب لو انا مش حايز عمل custom code custom code ده option وهاقول لاتا هناخد examples نكت custom code انا مش عايز custom code اعز manage solution فهم ليه اخبص انا هاتباني مش عايزها خالص وح علي AWS اه طيب هيه ما بيقولك ايه انه بكو تجيب اه البلوك دي اه مكتوب 2021 يعني جديدة بكو تستخدم ايه amazon app flow انك تجيب هذه الت Aloha يعني كده بيه amazon app flow هو هو ايه ابلو اصلا هنلسه مش انشوف تبعيه مع بعض حنفتح ونشوف ايه هو هو بيقولك انه فيه حاكس مع aflow ممكن تستخدم ايه من salesforce ماركيتو سلیک حاجة تجدها مع ميكس بانال في حاجة تجدها نشوف ايه هو امازون اصلا اه افلو اصلا امازون افلو is a fully managed integration service that help you transfer sales data جهو الديتا لك حال طيب نشوف ايه امازون افلو اصلا هنا بيقول لك هو managed service بيقول لك انت ممكن تستخدم data like salesforce, sab, zendesk, slack هل حاجة تجدها عندهم حاجة تجدها ماشي ويه انت اذا بيس ده in just click minute اه وعندك frequency وممكن تعمل schedule جميل جدا طيب انا عايز اعرف بقى هل هو فعلا هوتوركس بقى هوتوركس طيب لو انا واحد دي قلت upload with salesforce طيب طبعا ناخد كده اه نشوف ايه شغالها ازاي salesforce امازون هنا عجب هو بيقولين طيب هو بيقول لك هنا اه ايشي requirement تعت connection الاب ناخد كاعدة اهوات طيب هو بيقولك انت يعني هتوقت carry flow هكده ممكن تروح تقول له flow details شايف ايه التفاصيل بتاعيتها تعانا نشوفه عامل ايه تعانا نشوف الاكزامبل هو بيكون نكتل اول salesforce ماشي بقى كده بيقولكس تخدم جلوبة ممكن تستخدم جلوبة connection ده عاش انت توقع بس يقمي كام ده كله بعدين انا بقى نشوف كام ده ماشي سيقمي كام ده كله سيقمي كام ده كله سيقمي كونه عايز بس next step بعدها طيب ما علينا ده كواه انت تعمل ايه التفاصيل ايه خطة دي بعدكال API reference اتعايز automatic default ولا عايز standard اعايز bulk نستخدم automatic default ماشي خبالك بقى هنا يقولك اه is salesforce the source or destination صيب لو هو source بيقولك number of frequent transferred fewer than million ده بيستخدم salesforce API و million or over بيستخدم ال salesforce bulk API 2 طيب انا هقولك ايه اللي فهمتم عن حتة دي? يعني انا برده عندي اشي هسموت بك بصلاحة بردشان. اقول دي فهمت ان تقول حاجة الواحدة ما انا لجامد يعني. اللي فهم. انا اشغل سمت بتكده. لوا انا اقول لك انها ها انا اقول ما اشوفها صح? انا اقول ما اشوفها صح? انا اقول ان هاي. انا سمتم ان فهمت ان في يعني واحد اللي هو العادي وواحد بالك. صح. والريست ده غالبين انت ممكن تجيب به مثلا يعني وانسنج ريكورد at a time. بص البالك ممكن تجيب به يعني. او لزا مليون. لا او مش هو وانسنج ريكورد او يعني او يعني بس. اي 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 بس. اي اي انا اخفهمته ان انت يعني لو انا عايز اجيب مسلا عشر تلاف ريكورد. يعني انا اللي بتخيل لي ريستي بيعيدة ها يعني هقول له مسلا هتلي مية هتلي متيين هتلي تلتمية. لكن لو عايز اجيب بقى يعني ريكوردز كتيرة جدا. ها استخدم الابارتان او هقول لاب او او هو بي سبورت البالك فهو يعني مفروض ده لما يجي انا اكون فيجره او او يعني انت استخدم ده. او او عليك صح جد. هو انا يعني من ابسط عليه كده وانا ما حتى ما شفتك وتفكر في ايه. اننا لو هجيب اول مرة داتاك وعرف انها تصده كتير جدا. اصنا البالك. عشان بليك بس كل داتا القديمة. انا عارف دي ممكن مليونز ببليونز. طب لك انا ما عايزك بحاجة يعني ايه خاص بقى transaction. عارف ان يعني كل ساعة مثلا. اعلم مليون. فهستخدم اللي عادية دي. destination مش دي كيس تاعتنا. هم نتكلمين عال source بس. تمام. طيب انا بس عايز اشوف الكلام ده. فباركة اقول ايه. انت عايز انت تشوز اللي ده تعملو. انت عايزة انت عايزة insert new record بس. new record. الupdate existing record. عايزة delete record كمان. والupdate records. انا هطار. تبزة sales force. destination record reference. و new sales force as destination. انا مش عايزة sales force as destination. انا عايزة as a source. فانا هستخدم حيطة العبلة كده دي. ماشي? ال real sales force API. هكمل ده كده. ساكمل ده. مش هستخدم sales force as destination. عايزة اكمل. اكمل. ايدي بس نم support new source for integration. انا بس عايزة شوف لو في حاجة ممعينة عايزة اخب لي منها. انا مش شاف في حاجة اه. شاف انا حاجة limited دي يعني. اه. برضو انا بص بص حاجة تانية هنا. اه بس ده 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 هو اللي هو sales force برضو. يعني بس ده version تانية. اه انا بس هشوف لو في حاجة في حاجة معينة محتاجة اخب لي. مش. اوكي. انا مش شاف فيها حاجة ترى تليمت حتة دي. بس عشان اتأكد انا هكدت هعمل ايه? ان انا حقر ال article ده هو كمكتوب. ده. ابص برضو هل هو في حاجة ايه لها? لما connect flow على sales force ولا? فانا قبل ما ابدأ اشوف كده هو عامل الخطوات وهنا اقف له. عمل ال connections وهو اختار sales force connection. بعد كده هنا هو هيتلّع ال window دي. ماشي? هنعمل developer account. هنستطيع بعض الكلام ده بعدين. وعمل ال connection وعمل ال low access. بعد كده قالها اقف له اختار اسم. واختار object sales force ده. احد عام sales force. objects and opportunities. accounts three different objects. ماشي? بعد كده اختار destination. اسسري مثلا. ماشي? كده بحط bucket details. بحط additional setting. هل اجرجت ولا هعمل ايه? اه هاختار default وبرك default json. ممكن تخطيبها كده انا هفضل sales force same json or default. عشان هي فيها complex objects. فكده يبقى عندي sales force source. وtarget. الجمال بقى هنا ايه ان كده اش محتاج تعمى اي code manual. هتقول له ما بقى all fields او sub fields. اوتوم بقى all fields او automatic ability data كلها. ماشي? الله اي ده كلام جميل والله. ما اللي واحد ايامل هي كده? خلاص اللي واحد ايامل ما فيش شوفر كده ايامل. يا عام لا يا عام لا. خاصة في الجزء تاني ده. اهي مش فجلت اوتوميتر ما هو اللي بيعمل tools دي مين? developers. بس اعملها مرة خلاصة. لا طبعا متين انك بتو اطور الكلام ده. حاجة تانية ما هو اعمل tool جميل بها يستخدمها. حسن انت بقى بتعرف الحاجات دي tools دي. عشان يتبقى نشتغل الحاجات الكلام ده. طيب. فانا هنا كم معلومة اللي خاصة نعرف ان افلو هيشتغل. ماشي. فانا روح هنا هكتب افلو. افلو افلو. انا بكتب اهو. طيب هكتب افلو. ده امازون افلو. بس احنا احنا هنا مفترضين احنا بنستخدم امازون بس يعني نظريا لو انت هستخدم اي اجر ولا اي ده. اعتقد. يعني انا لو افل اخدو مني احنا اگران دي. مkay ماشي مجد ا Bag Bam pikam m80q dprs جميل بس انا معلوماتي ان o Davies عندها مو افلو دست احتكاف اثنان visionary others. takiego. فانا انتبا القامل صح ؟ جي سي наверed give up gcb integrated sales force into gcs. صح ؟ بتة حقвид نش Dodge إنتغررر رمز للكمادر إنتي قد يقول لك ستستخدم cloud functions that are invoking from service hosted outside google common use case invoking cloud function from self-service app such as CRM فأنت أرى أنه يعمل إيه هنا ما يشي شكله يكتب ما يشي cloud functions دي سيكون حاجة عامة هذا cloud functions دي كلها يعني يعني أصدقى دي مش خاصة يعني كأنك ترني code as a function أنا ما شاف نو مش عندوش tool جاهزة دي أنا شايفو آآ 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 يعني هوا repository وانت كأنك بتكتب كود مثلا عشان تستخدمه آآ هما مين كود بيمكن لأ عشان كوا يعني يعني أنا مش بايسي يعني والله يعني أنا معلوماتي وعرفك ممكن جوجل كون عندهم لما يعني إحنا سترشتها مش أفضل حاجة أما قصرش أكتر أنا حسن جوجل عندها يعني معلوماتي جوجل كون عندها فعلا أنا مسأل معرفش يعني ثانية حدة وكلاود سنتر ثانية حديثة ثانية حديثة بس بصرحة أنا ما شغلتش على جوجل فاردة طويلة في حياتي بس أنا عارف أن مواهم الكلاو بفايدة عندهم حاجة زي كده آآ يعني ثانية حديثة آآ ويافها طرح سبارك او مش سبارك او بحاجة مثل سبارك مثل فايف تران مثلا يعني اعطاك فايف تران مثلا اا سيالس فورس اعتاك انما عندهم كوننكتور جاهز فايف تران دي طول اوتوماتيك اي اي ال برده عندما عملت اعتقد هتلاقي في حاجة زي كده اهي فاينما اخترت فايف تران نفسها على حاجة تانية هيقولك او سيالس فورس مانجوتي متى بس نفسيك انما عندنا كلاود بروفيدر زي امازون ليه اه دعم حاجة ما يوما هم الناس مديني حاجات دي جاهزة تعلم؟ اي يعني هي الفكه برضو انك انت انا هقول لكم على حاجة يعني مش شارك تاخدوها انها دي صح يعني انا وجهة نظري اني طالما انا شغيل على cloud provider معين فانا قبل ما اختار cloud provider وانا هكلمش حاجة دي بصراحة نفترضنا عن ايضا باسم ممكن ما كان نأخذ واحدة على جوجل المعنس ده باختار cloud provider بحاول اختار cloud provider اللي عنده complete ecosystem يعني ممكن cloud provider ده ودي حتة مشتنس كده تقولها ممكن لابده بفائدة ده ما عنده اجمد tools في كل حاجة بس هو عنده integrated tools يعني ممكن مثلا ال database مش احسن database يعني افطال ان افطال عند Dataware house ممكن ده اجمد حاجة بس هو عنده كل حاجة ادر استخدمها ممكن مثلا ما عنده اه network setup gamut اجمد حاجة بس هو عنده complete ما كابوس بقى ال database و data lake و application front end و back end و data lake كل حاجة data house كل الكم ده لقي ان الاكو سيستم على بعضه يعني او يعني انا دي من وجود نظر الشخصية ان امازون هم مش يعني هم مست كومبليت يعني بروفايل او اكو سيستم على كلاوي وماشي اعيد حاجة ماشي لازمة اا يعني دي رأي شخصي لهم بيعبرش عن رأي شركتي ولا رأي كاسماس على شركتي عامة ولا رأي محمود في اي كاسما دي حاجة عامة رأي شخصية وهي احنا بنتحملها بس معنا يعني شركتي يبدو مش رأي شركة الشخصية اي شركتي عامة تانية نيجي اعطونا تاني فلسطو اقوله هنا ايه ان انا وجد نظري مسلا ان انا عندي حاجة زي اقفلوا فانا ايه اللي يخليني اقعد اعمل حاجة فانا هو اعمل كده اعمل استعملها كده خلاص دي اعطوك اتسهلت وهو اعمل كده هكذا نرجع بقى ال ايه محمود اعمل كده اعمل بيها سعب حبا ايه هنعمل دي بلاك اشانا احنا قلنا تحت الباتش عبلاك كده تمام انا بس حاس ان اذا تواضح لشيء بقى احلى ايه تمام كده انا عارف ان انا قد رأي جيب او دي اس و سيلس فورس لي او دي اس باستخدام بسي باستخدام امازون و بعد كده عندنا سيلس فورس باستخدام افلو لي اس اس ري طيب في حاجة تانية كده عازي نتكلم فانا هادا اه 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 طيب وكده اه كويس كده طيب خلاص احنا خلاصنا كده بقية المرة الجاهبة نجيب بقية سورس سيستمز ونشوف بتاعهم وبعد ما نخلص هنكمل اكتب شغلات الاخر باكما ممكن نبدأ محرط اه انا ربصو جدا كنت معكم اه اه اشوفكم على خير السلام عليكم اعطباتكم السلام عليكم